بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا شباب ان شاء الله في الحلقة بتاعت النهار ده هنتكلم عن اننا ازاي نزاكر قصة الانجليزي والفيديو ده عام يعني هينفع لاي طالب عنده قصة باللغة الانجليزية ومطلوب منه انه زاكرها ولكن احنا ناخد يعني مثال اه طلاب السنوية العامة تالتة سنوية والقصة بتاعتهم زا بيزونا اوف زندة سجين زندة. مشكلة القصة ان اغلبية الطلبة بتيجي بعد كل شبطة في اسئلة المدارسين عاملينها حوالي ستين سبعين سؤال على كل شبطة بيحفظوا الاسئلة ديت وبعد يوم او اتنين بينسى الاسئلة واكن الشبطة ده هو معداش عليه قبل كده ودي مشكلة يعني كبيرة جدا خصوصا ان ايام الامتحانات الانجليزي مش اول مادة بتمتحانها لا بيكون تاني مادة او تالت مادة وقبله بيكون يومين بالكتير او يوم واحد يعني يوم او يومين مش بيزيدوا عن كده فانت استحالة تلحق تلم المادة كلها في اليوم او اليومين ده خصوصا القصة لان تمن شبطة مش قليلين وصعب يعني اه تحفظ الاسئلة دي كلها تاني في المدة اللي هي يوم او يومين دي يعني صاح بتحفظ كل شبطة ستين او سبعين سؤال في تمن شبطة في يوم او اتنين اللي هما قبل الامتحان وانت عندك لسه تمنتاشر يونت محتاج تبص فيه فالطريقة بتقطع الحفز ديت مش هتنفع معك وهتتعب في الامتحان من اه يعني المشكلة دي فبلاش موضوع الحفز فيه القصة القصة الاساس فيها هو الفهم انت لما بتقول واحدة احكير القصة هو مطلوب منه انه يحفظها ولا يفهم الاحداث يفهم الاحداث فهو الاساس في القصة الفهم مش الحفز وهتشوف دلوقتي من اه خلال الفيديو وفي النهاية كده واحنا بنستعد الاسئلة بتاعت الامتحان بتكون عبارة عن ايه ان القصة في الاساس فهم مش حفز طيب نشوف بقى الخطوات الاساسية اللي احنا هنمشي عليها في القصة عشان ما تتعبناش اخر السنة وخصوصا قبل الامتحان نبدأ باول تلات خطوات هنمشي عليهم اول حاجة ان احنا هنققى ملخص حوالين القصة دي ملخص واعرفت دلوقتي ازاي تجيب ملخص لاي قصة باللغة الانجليزية من خلال هتقع ملخص عن القصة دي وكمان في قبل كل شابطة كده مجموع الكلمات هتلاقيها موجودة في مزاكرة المستر بتاعك او في اي كتاب خارجي اللي هي الكلمات الجديدة عليك اللي موجودة في الشابطة ده هتلاقيها موجودة في اي كتاب خارجي او في مزاكرة بتاعة المستر اللي انت بتذكر منه الكلمات دي تحفظها قبل ما نقع الشابطة او قبل ما ندخل على الخطوة قرم اتنين. يبقى احنا اول حاجة هنعملها ان احنا هنقى ملخص كامل عن القصة حوالي صفحة او صفحتين عشان يفهمنا بس احداث القصة من البداية للنهاية ونعف الشخصيات الاساسية اللي في القصة والاماكن الاساسية في القصة. ده يساعدنا ان احنا نفهم الاحداث بشكل اسرع. وهقول لك دلوقتي بقى ازاي بتجريب الملخص ده. بكل بساطة كده انت هتدخل على جوجل وتكتب مسلا انت عايز ملخص لقصة مين? ولكن احنا هنكتب ملخص لقصة سدينة زينة. هتكتب ايه? السماري اللي هو ملخص او اي قصة انت عايزها مسلا. واحد مسلا عايز عن قصة اوليفر تويست يكتب زي ما هو عايز اي قصة بالانجليسي. احنا هنبحث دلوقتي عن ملخص لقصة بازونة اوف زينة. هتكتب سماري اوفزة بازونة اوف زينة وتختار اول حاجة اطلعت لك في النتائج. هتلاقيه جايب لك ملخص حوالي صفحتين كده باللغة الانجليزية. ده السماري ده ملخص الاحداث بتاع القصة. لحد هن. ده الملخص. انت بكل بساطة كده. هتيجي تقر الملخص ده. لو انت مسلا هتجد صعوبة في انك تترجم الكلام ده. والقلودة بتاعتك في الانجليزي مش قوي. انك تترجم كل الكلام ده. ومش هتعف تقوى بالانجليزي. مفيش مشكلة. هتاخد الكلام ده كده توحجي اعمل له ايه. قابل كده. وتوحجي ايه على ايه? على جوجل تانسيليشن. وهتجي بتاعمل جوجل بكل بساطة. هتكتب النص ده. وفي ثواني هتلاقي النص ده موجود. عندك كده من التار. ده النص الملخص. وطلع لك رهوات بي. اللغة العربية. مش عاوزك تمسك اللغة العربية وتعطي الكلام بالعرب. لأ. القواة بالانجليزي والكلمة اللي انت ما تعافاش بالانجليزي ارجح شوفها هنا بالعرب. طبعا التارجمة دي مش هتلاقها مصبوطة مية في المية. ولكن هتساعدك تفهم بشكل كويس جدا. والكلمات الصعبة اللي انت هتلاقاها هنا هتلاقاها هنا بالتارجمة بشكل صح. ولكن التارجمة مش هتلاقها مصبوطة مية في المية. يعني الجمل مش هتلاقها يعني ايه؟ مدية آآ معنى تام صح. ولكن هتفهم الاحداث آآ بشكل جيد جدا. بس هما ده لحد هنا كده يعني حوالي آآ اربع فقرات هما باللغة العربية هتلاقاهم عشان تفهم الاحداث الكاملة للقصة. يبقى ديت اول خطوة ان احنا هنقع ملخص للقصة عشان نفهم الاحداث بتاعتها. وكمان هنقع الكلمات الجديدة اللي قبل كل شبطة. يعني احنا هنيجي مسلا دلوقتي نزاكة للشبطة الاول هنشوف الكلمات الجديدة اللي موجودة في الشبطة ده. وهتلاقها موجودة في اي كتاب خعير او مذكرة. وتحفظها الاول عشان تساعدك في فهم الاحداث بداعة الشبطة. تاني خطوة معانا ان احنا هنقع الكصة بالانجليزي والعابي مع بعض. يعني ايه? يعني انا هاجي على الكصة هفتحها. واقعها الكصة بالانجليزي. وكل فترة هقعها هتاجمها بالعابي. يبقى انا دلوقتي بقى الكصة اكن بقعها بالعابي وبالانجليزي. بقى وبتاجم. اللي تنم مع بعض كده عشان افهم الاحداث بالعابي. مهم جدا ان انا افهم الاحداث باللغة بتاعتك. افهم الاحداث بالعابي وبعد كده انا احاولها في دماغي للغة انجليزية وجاوب. يبقى مهم جدا انك تفهم الاحداث باللغة بتاعتك. اللي هو هفهمها بالعابي الاول وبعد كده هحاولها لانجليزي. الخطوة التالتة ان احنا هنجي دلوقتي عند كل فترة. عند كل فترة او كل في الشابطة هنحط عنده سؤال. زي ما هنشوف دلوقتي. طيب. بعد ما نعمل الكلام ده. ايه اللي احنا نعمله? يعني احنا دلوقتي خلاص. خلصنا الشابطة. جينا عند كل فترة. وحطينا سؤال وتجريبنا كل فترة كده في دماغنا باللغة العربية بعد ما قلناها بالانجليز. هنجي بعد كده نمسك بقى الاسئلة اللي هي موجودة. نهاية كل شابطة اللي الاستاذ هتطالق او موجودة في اي رتب خير برضو اللي هي الاسئلة السؤال وجواب. هتيجي على كل سؤال وتحته اجابة. هتخبل اجابة وتشوف السؤال. وتجاوب انت باللي انت فهمته. هتجاوب انت باللي انت فهمته من الاحداث. من غير ما تحفظ اي سؤال. هتجاوب انت بالفهم بتاعك. جاوب باسلوبك. مش لازم الاسلوب اللي موجود في النص. هو مش قرآن يعني عشان نحفظه. جاوب باسلوب صح. وخلاص مش لازم الاسلوب او مش لازم النص اللي موجود في القصة نفسه. وشوف الاجابة بتاعتك دي. هل هي متطبقة مع الاجابة اللي موجودة ولا لا? هل انت ناسي حاجة ولا لا? يعني ايه? شاير على الاجابة بتاعتك كده. لو ناسي حاجة ضيفها واحفظها. مش ناسي حاجة الاجابة بتاعتك زي اللي مكتوبة? خلاص. يبقى انت كده تمام. وتشوف السؤال اللي بعد. وهكزة. هتعمل كده في كل الاسئلة. هتيجي مسلا على اسئلة طبعا هتلاقي ايه اسئلة صعبة او اسئلة انت مش عايف الاجابة بتاعتها هتكون ازاي. فانت هتشوف الاسئلة دي. اكيد هيقابلك اسئلة صعبة. طبعا انت قريت وفهمت كل حاجة بس نوعية السؤال غريبة عليك مسلا. فانت مش عايف الاجابة. فاكيد هيقابلك اسئلة صعبة. الاسئلة الصعبة دي هتقوم ظلل السؤال والاجابة بلون معين مسلا بالقلم اللي هو بين ظلل به او مسلا تحط نرمى او اي حاجة بس تبايل لك ان السؤال ده انت ما عرفتوش. ليه? لان انت اياما وارعة هتيجي معندكش يعني وقت تهرجع كل الشابطة بالشكل ده. انت بس محتار تعرف نقط الضعف. النقط الضعف بتاعتك فين? يعني فين الاسئلة الصعبة? فين نقط الضعف بتاعتك في الفصل ده? عايز الاسئلة الصعبة بس اللي انا قدت باقف فيها. باقف فيها. مش هاجري اشوف كل الاسئلة وضيع وقتي. ما فيش وقت اساسا بيبقى يوم او اتنين قبل الامتحان. فانا محترع في الحاجات الصعبة والحاجات اللي انا قدت باقف فيها اذاكرها بس. فانت معلم عليها يا دوب بس هتبص لها وتفتكرها وخلاص قبل ما تروح الامتحان. اسئلة القصة في الامتحان بتقسمها لايه? وبعد كده نشوف الطيقة بس هنطبقها ازاي? دلوقتي هنشوف بس الاسئلة بتاعت القصة في الامتحان بتكون عباءة عن ايه? والضرارات بتاعتها. وبعد كده نشوف هنطبق هنطبق الطيقة بتاعتنا ديت ازاي? الاسئلة اللي موجودة بتكون تلات اسئلة او تلات ناو تلات انواع. اول حاجة اللي هي الاسئلة المقالية. بتلاقي اربع اسئلة مقالية. وعلى مختلف الفصول وانت مطلوب بتروب عليهم كل سؤال عليه وان مارك. كل سؤال علي ضارة واحدة. بعد كده بيديك اللي هو جملة واحد قالها وهيقول لك مين اللي قال الجملة ديت? وقالها المين? ويديك سؤال عليها او سؤالين. بيكونوا تلات اسئلة على بتلات ضارات. يبقى كده بيدينا اربع اسئلة مقاليين اللي هو دول اربع اسئلة بابعة ضارات. وبعد كده بيبقى عليه تلات ضارات. يبقى دي كده معنا كم? معنا? سبعة. باقي ضارتين في القصة بيديو زا مستيك. بيديك جملتين وبيقول لك يعني شوف الخطأ فين وصلحه. جملتين كل واحدة على ضارة يبقى ضارتين. ضارتين وتلاتة واربع يبقى دول التسع ضارات بتوع القصة. مهمين جدا ومش صعب انك تحققه او ما انك تحقق الضارة بتاعته لو انت فاهم الاحداث كويس. شوف بقى القصة واعتمد على الفهم ورى الحفز من الجزئية دي. ده واعتمد تماما كده على الفهم. لانه بيجيب لك احداث من منتصف القصة. يعني لو واحد حافز ومش فاهم الاحداث ماشية ازاي? غالبا هيغلق. لانه عاوز واحد فاهم الاحداث. بيجيب احداث كده ما بين السطور في يعني عاوز واحد ارى النص وفاهم الاحداث ماشية ازاي? والكوتيشن ده انت لو اردت الفصل هتعرف ان مين قال الجملة دي? وقالها المين? وقالها فين? وقالها امتى? وليه قالها? فانت ده مش محتاج تحفظه بعد كل شبطة. مش محتاج حفز خالص. هو مجرد ما انت تقرى النص وتفهمه? خلاص كده ما انتش محتاج تبص في اي ولا تحفظ اي انت اي قبلك هتعرف مين اللي قاله? وقاله المين. فدي معتمدة على الفهم. الجزئية اللي ممكن يكون فيها حفز هي جزئية انه بيديك اربع اسئلة وبيقول لها تجاوب عليهم. طبعا الفهم هو الاساس الاول ولكن من طبعه ده محتاج سنة حفز عشان تعرف تجاوب اسلوب كويس. تعال بقى نشوف الطريقة بتاعتنا ديت هنطبقها ازاي? في القصة. ديت القصة بتاعتنا زي احنا قلنا اول حاجة ان احنا خلاص جبنا الملخص وقرنا الملخص حوالي صفحتين وفهمنا احداث القصة ديت ماشي ازاي? ومين عمل ايه? وعمل فين? واهم الاماكن واهم الاشخاص? وخلاص عرفت كده القصة يعني بدايتها ونهايتها ايه? هاجب بقى دي الوقتي ازايك واطبق الطريقة اللي احنا قلناها. قلنا هنيجي عند كل شبطة هنطبقها بالانجليزي وانتجم واحنا بنطبقها. هنتجمه في دماغنا كده باللغة العربية. وعند كل فترة او عند كل بارغراف مكتوب في النص هحط له سؤال. واجاوب عليه لنفسي. عايز اكتبه بالانجليزي عادي. عايز اكتبه بالعربي ما فيش مشكلة. طب تعال بقى نشوف دلوقتي كده القصة بتاعتنا. ادي اول شبطة موجود معانا في القصة. ودعالا بقى نشوف كده هنمسك الشبطة ونترجمه من اللغة الانجليزية للغة العربية. ونحط على كل فترة موجودة عندنا سؤال. ونفهم هنشتغل الطريقة ازاي. ولكن ديت اول فترة موجودة عندي في شبطة وان. هنقعها دلوقتي بيه اللغة العربية. او بالانجليزية وهترجم الكلام ده لعربي في دماغي. وبعد كده هحط سؤال على الفترة دي. مش مهم السؤال بقى هحطه بالانجليزي او بالعرب. مش هترفق معي. المهم ان انا هحط سؤال من نفسي على الفترة دي. هي بتقولي الاول بتقول يعني هو بيقول انا كنت يعني بتناول الفطار في غرفة الطعام في منزل اخي. في يعني احد الايام المشمسة. كنت بفكر ايه اللي انا هعمله في الاسبوع ده لما زوجة اخي زوجة اخي اللي هي روز دخلت علي الاوضة. يبقى اول فترة دية ممكن الاسئلة اللي تيجي على ايه? يعني انت ممكن تحط السؤال على الفترة ديت ايه? بكل بساطة كده ممكن يسألك يقولك ايه? يعني الكرسة دية بدايتها كانت امتى? وفين? كانت فين? كانت في الاوضة بتاعت وكانت امتى? كانت في احد الايام المشمسة لما روز دخلت على راسندل. يبقى انت هتقول ده سؤال بيقول لك where and when did the story open? where and when did the story open? الكصة ديت يعني افتتاحها كده وبدأتها كمفين? كمفين? انزادين امتى بقى? where راسندل was having breakfast in a sunny morning? لما راسندل كان بيتناول الفترة في احد الايام المشركة. ممكن تحط سؤال ايه تاني هن? ممكن تحط سؤال بيقول what do you know about روز? انت تعرف ايه عن روز? هي زوجة اخوه. وانت عارف بقى من الاشخاص بتوع الكصة ان اخو راسندل اسمه ايه? اسمه روبرت. روبرت راسندل يبقى ديت زوجة مين? زوجة روبرت. يبقى شي ووز روبرت سيندلز وايف. ديت زوجة روبرت راسندل. يبقى انت عطيت سؤالين من نفسك رهوت على الجزئية ديت وفهمتها. كتير مسلا على الجزئية اللي بعدها ده هوت عشان بينه على متين تنصيص. رادولف يو ار تونتي ناين ييرز اولد. شي سيد. شي عايدة على مين? عايدة على روز. يبقى روز قالت لسندل الجملة دي. قالت له ايه? رادولف يو ار توينتي ناين ييرز اولد. انت عندك تسعة وعشرين سنة. ار يو افر جويند تو دو انسين جوسفل? يعني مفيش حاجة عملتها. مفيدة? مفيش اي شي انت عملته مفيد. احجاي هو يلاقي بقى روز. اي انسرد. بوتن داوين ماي اجزبون. حط المعلقة بتاعة البيت بتاعته كده. هو كان بياكل مسلا على الترابيزه احجاي حاطت المعلقة بتاعة الاج اللي كان بياكل بيها. وقال ايه? why should i do innocent? ليه اعمل اي حاجة? i have nearly enough money to do innocent i want to. انا معايا فلوس او مال كافي جدا ان انا اعمل اي حاجة انا عاوزها. no one ever has quite enough money to do that. of course. محدش معايا الفلوس ديت وهيفكره يعمل اي حاجة بالطبع. هو بيقول كده. and i enjoy an important position in society. وانا بستمتع او بتمتع بمكانة مهمة في المجتمع. my brothers اخويا هو and you are a countess. وانتي countess. يبقى فترة زي دية كده ممكن يجيل عليها سؤال ايه? اللي هو رادولف انت عندك تسع وعشين سنة ولحد دلوقتي ما عملتش اي حانة مفيدة في حياتك. فمثلا ممكن تقول هي روز بتعاتب رادولف ليه? بتعاتبه او بتلومه ليه? what did he blame بقى الاجابة? she blamed him for being twenty nine years old and not doing anything useful. بتعاتبه انه عنده تسع وعشين سنة والحد دلوقتي ما عملش اي حاجة مفيدة. يبقى انت هتتتبع الاسلوب ده في كل القصة. هتقع الحاجة بالانجليزي وتترجمها النفسك بالعامي. لقيت اي كلمة ما انتش عارفها. هتترجمها. وتحط سؤال كده على كل فترة. وترتب السؤال هنا كده مسلا ترتبه في المساحة مسلا ديت. او المساحة ديت. ترتب السؤال في المساحة الفاضية عندك. وترتبه بالعابي او بالانجليزي مش هتفق. بس انت هتبقى عايف كل نقطة في الفصل بتتكلم عن ايه? وكل حاجة انت حاطت عليها سؤال. وبعد ما تخلص الشابتة بتاعك هتروح للاسئلة المجابة. هتيجي عندي كل سؤال وتخبل اجابة اللي موجودة تحته. وتجاوب انت من نفسك. وطابق الاجابة بتاعتك. واللي ما تعرفوش هتعلم عليه بعلامة معينة. عشان ايام الموضع تفتكره السؤال ده. وتعرف ان ديها الحاجات الصعبة اللي انت كنت بتوقف فيه. هتتبع الطريقة ديت فيه التمن شابات اللي موجودين في القصة. وان شاء الله مش هتلاقي اي صعوبة فيه اللي امتحانه. هتجاوب على كل الاسئلة. ومش هتبقى داخل خايف انك ناسي حاجة لان انت اساسا محتمد. في اجابتك على الفهم مش محتمد على الحفظ. الحفظ بيتناسي. انما الفهم مش بيتناسي. بس دي يعني كانت نهاية الحلقة بتاعت النهادة. تمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم. واللي بيسمعنا الاول ما ما ينساش اشترك في القناة بالضغط على الاشتراك او سابسكرايب الموجودة اسفل الفيديو. ولايك لو الفيديو اعجابكم. ونشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم معمت الله وباكاته.